فلو قد دقت من حلواه طعما لا آثرت التعلوم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوا مطاع ولا دنيا بزخر فيها فوتنت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شاربت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا المجلس من مجالس الأحكام ومع صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم ندور ونتحدث ونحن في أذكاري بعد الصلاة ذكرنا سابقا إنه يسن للمصلي بعد الفراغ من الصلاة أن يقول ما يلي أولا أستغفر الله ثلاث مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تياذ الجلال والإكرام رواه مسلم ثم يقول واحدا من هذه الكيفيات في التسبيح والتحميد والتكبير سبحان الله ثلاثا وثلاثين الحمد لله ثلاثا وثلاثين الله أكبر ثلاثا وثلاثين ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك ولا والحمد وهو على كل شيء قدير أو يقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين الحمد لله ثلاثا وثلاثين الله أكبر أربعا وثلاثين رواه مسلم أو يقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين الحمد لله ثلاثا وثلاثين الله أكبر ثلاثا وثلاثين متفق عليه أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة كل واحدة في في الذكر معه سبحان الله والحمد لله والله أكبر وهذا متفق عليه أو يقول سبحان الله عشرة الحمد لله عشرة الله أكبر عشرة أخرجه البخاري أو يقول سبحان الله خمسا وعشرين الحمد لله خمسا وعشرين الله أكبر خمسا وعشرين لا إله إلا الله خمسا وعشرين رواه أحمد ثم بعد أحد هذه الكيفيات يقول أو قبلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد مرة واحدة متفق عليه وكذلك يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ونكره الكافرون رواه مسلم ثم يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية أخرجه النسائي ثم يقرأ سورة الإخلاص مرة وسورة الفلق مرة وسورة الناس مرة رواه أبو داود وأحمد النسائي بعد كل صلاة من الصلاة الخمس إلا المغرب والفجر فإنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات قبل أن يقوم أخرجه أحمد بسند حسن طيب إذن كما أفرقنا بين أذكار الصباح وأذكار المساء في المعوذات إنه تقال ثلاثا في الصباح ثلاثا في المساء وأما بعد الصلوات مرة 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 ورد حديث فيه دعاء يقال بعد صلاة الفجر تحديدا اللهم إني أسألك علما نافعة ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا هذا ورد في حديث رواه أحمد وهو حديث صحيح أنه يقال بعد صلاة الفجر فإذن بعد الأذكار يقول يعني بعد أذكار صلاة الفجر اللهم إني أسألك علما نافعة ورزقا طيبا وعملا متقبلا ماذا أيضا من الأذكار بعد الصلوات بعد صلاة الوتر خاصة سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس يرفع صوته في الثالثة رواه أحمد طيب هل هناك آداب لهذه الأذكار الجواب نعم وهذه تنبيهات ولو قبل التنبيهات واحد سأل قال طيب أين أنتم من حديثي معاذ والله إني لا أحبك لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فقد قال بعض العلماء يقال قبل السلام وقال بعضهم يقال بعد الأذكار بعد السلام بعد الأذكار وسنأتي عليها فلنبدأ بالتنبيهات أولا الأذكار السابقة من التسبيحات والتحميدات والتهليلة تقال بعض الصلوات المفروضة سواء كانت في الإقامة أو في السفر وبعضهم يسأل فيقول إذا جمعنا في السفر الظهر مع العصر نقول الأذكار مرة ولا مرتين إذا جمعنا المغرب مع العشة نقول الأذكار مرة ولا مرتين قال بعض العلماء هكذا وقال بعضهم هكذا قال بعضهم قد صارت يعني قد صارت الصلاة ثاني كالصلاة الواحدة لأنها جمعت في وقت إحداهما فيكفيك أن تقولها مرة بعض العلماء كالشيخ السعدي رحمه الله كان عنده يعني تدبير وسط لما يجمع الظهر والعصر مثلا أو المغرب العشة بعد المغرب تقام صلاة العشة فكان يعني يسترق وقتا ليقول سبحان الله عشرة والحمد الله عشرة والله أكبر عشرة لأن هذه صيغة واردة هذه صيغة واردة فلأن ما تأخذ وقتا طويلا كان يقولها بعد الظهر مثلا وقبل أن يكبر تكبيرة إحرام للعصر إذا جمع الصلاتين وإذا صلى المغرب ويجمع معها العشة يقول بعد المغرب هذه الأذكار به هذا العدد أو هذه الرواية التي فيها عشر 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 ثم يكبر العشة وبعد العشة يقول سبحان الله 33 وحمد الله 33 وهكذا ها يعني هذا اجتهاد رحمه الله طيب إذا قال بعض العلماء تصبح الصلاتان كالصلاة الواحدة فتكفيك أذكار واحدة طيب من التنبيهات أيضا أن هذه الأذكار السابقة تقال بعد الفريضة مباشرة وقبل النافل الراتبة البعدية يعني لو كان لها راتبة بعدية كالظهر والمغرب والعشة بين الفريضة والراتبة بعد الفريضة بعد السلام من الصلاة وهو جالس مستقبل القبلة يعني لو واحد قال هذه الأذكار الأفضل أن أقولها بعد ما أسلم من الصلاة وأنا جالس مكاني ولا لو قمت إلى آخر المسجد ولا إلى الجدار الجانبي ولا غيرت مكاني نقول لا مانع أن تغير مكانك وتقول الأذكار لا مانع بس الأفضل أن تقولها بعد السلام وأنت جالس مستقبل القبلة طيب لو قالوا واحد أنا مستعجل تارك السيارة بر المسجد فيها الأولاد هل يجوز أن أقول الأذكار وأنا طالع يعني أسلم من الصلاة وأنا طالع وأنا ماشي أقول الأذكار نقول نعم لا مانع من ذلك قل ها أنت ماشي ما دمت مستعجلا وعندك أصلا صيغة تنفع المستعجلين وهي عشر 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 قل ها لا مانع وأنت رايح أكمل في السيارة وأكمل في الطريق وأنت ماشي عندك ظروف فإذا هذا المستعجل له أن يقول الأذكار قائما وماشيا وراكبا طيب ماذا عن الإمام هل يقول الأذكار هذه مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة الجواب الذكر الأول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام وإنك السلام هذا يقوله بعد السلام وهو متجه إلى القبلة قبل أن ينصرف إلى المصلين ثم ينصرف إلى المصلين وينفتل إليهم ويستقبلهم ويقول الأذكار سبحان الله 33 الحمد لله 33 إلى آخره لأنه ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الاستغفار والله ما أنت السلام قبل أن ينفتل إلى المصلين ولا يناسب أن الإنسان يستدبر المصلين الذين أمهم بعد الصلاة ويقول كل الأذكار وهو موليهم ظهره كان في الصلاة لحاجة استقبال القبلة بعد الصلاة السنة وحتى يعني محاسن الأدب وكريم الخلق أن يستقبلهم بوجهه فإذا بعد استغفر الله اللهم أنت السلام ينفتل إلى المصلين من التنبيهات التنويع يعني مثلا ذكر التسبيح والتحميد والتكبير في عدة صيغ كما مر معنا صحيح أن أشهرها سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد الله ثلاثا وثلاثين والله أكبر ثلاثا وثلاثين تمام المئة لا إله إلا الله وحده لكن التنويع طيب يعني وخصوصا حتى ما تتحول عبادتك إلى عادة يعني لو واحد قال كيف أمنع تحول العبادة إلى عادة لأني أنا إذا يعني كل صلاة أريد أن أقول هذه الأذكار أحيانا أسهى يصير أنا يعني أتكلم آليا بس العقل القلب غير موجود نقول مما يعين التنويع يعني مثلا أنت متعود تقول ثلاثا وثلاثين لكن مرة من المرات حتى تطرد الرتابة وتحضر قلبك وعقلك قل سبحان الله خمسة وعشرين والحمد لله خمسة وعشرين والله أكبر خمسة وعشرين ولا إله إلا الله وحده خمسة وعشرين قد وردت في السنن وهو حديث صحيح وأيضا تجعلك يعني هذا التغيير يجعلك تلتفت إلى المعنى وإلى هذه تغيير الصيغة لإحضار القلب والعقل أثناء الذكر من التنبيهات الاستعانة على ضبط العدد بالأصابع لحديث عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده رواه الترمي وعن وعن يسيرت أم ياسر رضي الله عنها وكانت من المهاجرات قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكنا عليكنا بالتسبيح تهليلي تهليلي والتقديسي وعقدنا وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات وعقدنا بالأنامل الأنامل أطراف الأصابع وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات والأنملة معروفة هذه مقطع الإصبع هذا أنملة مقطع الإصبع والأصبع مقطع إلى ثلاثة أقسام هذا من رحمة الله بنا وإلا ما استطعنا نثني الأصابع ولا نمسك الأشياء لكن لو كان الأصبع ما في هذه التقطيعات والتقسيمات سبحانه لكن كيف تستثمر هذه مو فقط في مسك الأشياء وأمور الدنيا لا كيف تستثمر في عد التسبيح وفي العبادة إذن قوله وعقدنا أي أعددنا عدد مرات التسبيح بالأنامل أي بعقدها أو برؤوسها فنعمل عقدة من طرف الأصبع مع باطن الكف من طرف الأصبع مع باطن الكف هذه عقدة وعقدنا هذا تنفيذ الأمر تنفيذ الأمر النبوي عمليا هذه عقدة هذه عقدة هذه عقدة قال وعقدنا بالأنامل هكذا أرانا إياها شيخنا عبد العزباز رحمه الله ورأيتها مباشرة منه يشرحها وعقدنا هذه عقدة طيب لو واحد قال أنا سأريد أن أفعل هكذا نقول لا مانع لا مانع لا مانع قوله فإنهن مسؤولات يعني يسألن يوم القيامة عما فعلنا وفي أي شيء استعملنا وقوله في الحديث مستنطقات يعني متكلمات يشهدن لصاحبهن أو عليه بما اكتسبه يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم تشهد عليهم أرسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون طيب أستعمل اليمنى فقط أو اليمنى واليسرى الأفضل اليمنى فقط لحديث عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقذ التسبيح في يمينه راه أبو داود ولعموم حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمّن التيمّن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه وإن اليمين للأشياء الطيبة كالأخذ والإعطاء والمصافعة واستلام الحجر الأسود والأكل والشمال لما سوى ذلك من تنظيف وإزالة النجاسة ونحوه لكن لو استعمل الكفين لا مانع لا حرج أبدا ما حكم استعمال السبحة والعداد الإلكتروني وخاتم التسبيح الجواب الجواب يباح استعمال هذا وحتى الحصة ليعد بها الأذكار والتسبيحات من غير اعتقاد أن فيها فضيلة خاصة هذه مهمة للغاية يعني تعتبر المسبحة وسيلة عد فقط من غير ما تعتقد أفضلية في المسبحة لأن بعض الناس تصير المسبحة عنده شيء مقدس كأن فيها كده ببركة خاصة ويمكن يعني يستشفي بها ويسوي فيها تهاويل أبدا المسبحة مجرد السبحة وسيلة عد ليس إلا ما لها أي ميزة لأن بعض المنحرفين وأهل البدعة عندهم في المسابح اعتقادات في السبح شيء يعني عالم آخر فإذا استعملت السبحة لمجرد العد ضبط العدد لا مانع آت سبحة خاتم العداد الإلكتروني الحصى خلص وسيلة وسيلة والأفضل الأصابع التي تشهد لك يوم القيامة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال شيخنا بن عثيمين رحمه الله وإن استعملت المسبحة فلا بأس لكن التسبيح بالأنام الأفضل لكن ننبه إلى شيء وهو أنه لا يتذرع الناس بالقول بالجواز في السبحة إلى أن تعمم هذه العادة حتى يهجر التسبيح بالأنامل هذه لفتة مهمة ما نخلي المسبحة طاغية بحيث تهجر السنة وهي التسبيح بالأنامل وذاك لو استعملت أحيانا لا بأس لكن مهم أن لا يترك الناس السنة وهي التسبيح بالأصابع وأيضا أمام العامة يعني لو أهل العلم اتخذوا المسابح فقط ما يسبحوا بأصابعهم أمام العامة وفي المساجد ومجامع الناس وفي المجالس ماذا يظن العامة أن المسبحة هي الأفضل وهذا غير صحيح الأصابع هي الأفضل فبالنسبة لمن يتخذه الناس قدوة يحرص على التسبيح بالأصابع حتى يتعلم الناس السنة ولا يظنون أن المسبحة هي السنة ولذلك قال شيخنا رحمه الله عبد العزيز لا حرج فيها السبحة لكن تكون في البيت تسبح بأصابعك في المسجد ومع الناس بالأصابع وفي جلوسك في البيت تسبحوا بها يعني ليش قال الشيخ هذا لإظهار السنة يعني إذا كنت في مجامع الناس في المسجد أظهر السنة تسبح بالأصابع وإن تريد تسبح قبل النوم تسبح وإن تجالس في البيت علشان تشغل لسانك بذكر الله تمسك المسبحة وتخلصها كذا مرة هذا خير الحمد لله وكان بعض الصحابة يشدد يعني مثلا روى الصلت ابن بهرام قال مر بن مسعود بامرأة مع تسبح تسبح به فقطعه وألقاه ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله ثم قال لقد سبقتم غربتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لكن فيه انقطاع بين ابن بهرام وابن مسعود رواته ثقات لكن فيه انقطاع بين ابن بهرام وابن مسعود على أي حال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم طبعا في بعض العلماء شدد في المسبحة كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره وألف فيها الشيخ بكر بن عبد الله وزيد رسالة في تاريخها وحكمها وأنها قال يعني مأخوذة من الهن من العباد الهنود يعني الأديان الأخرى أن هذه المسبحة في أديان أخرى قديمة يستعملوها وأوصلها بعضهم إلى البدعة لكن الراجح كما قلنا أنها جائزة لكن نحرص على السنة تنبيه إذا شك واحد في عدد التسويح دائما الشيطان يجي شككنا كم أنا سبحت عشر عشرين خمسطعش ثلاثة ضيّعنا ولذاك بعض الناس يقول السبحة لأنه ما خرص تخلص معك فتعرف أنك خلصت ما تشغل نفسك بالعد لكن لو واحد استطاع أن يضبط العد بأصابع ويحضر ذهنه ويستحضر للمعنى والعد يعني يكون مركز جدا فهو أفضل طب لو واحد شك في عدد التسبيح يعني شكيت إياه ثلاثين ولا ثلاثة وثلاثين اعتبرها ثلاثين يعني تبني على اليقين يعني تبني على الأقل يعني تبني على المؤكد طيب ما حكمة الذكر الجماعي يعني بعد الصلاة بصوت واحد كالفرقة كالجوقة كالجوقة مع بعض آلة الكرسي مع بعض قلوا الله واحد مع بعض قلوا أعذرهم الناس مع بعض وسبحان الله ثلاثين وثلاثين مع بعض الحمد لله بصوت واحد يجتمعون عليه لا شك طبعا وبعضهم يضيف دعاء جماعيا أيضا يعني بعد الصلاة دعاء جماعي كلهم يدعون به آمين مع بعض هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات هل ورد أي حديث صحيح أنه كان مع أصحابه بصوت واحد وإلا كل واحد كان يسبح وحده وهذا السريع وهذا البطيء وهذا المتوسط وهذا خلص قبل هذا الجواب أنه ما ثبت أبدا لا الذكر الجماعي بصوت واحد ولا الدعاء الجماعي لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين إذن هذا عمل محدث بدعة يعني بدعة يأثم من فعلها وإنت الآن يعني أنت الآن في الصلاة والمسجد والأذكار تريد الأجر لا تريد الوزر فإذن من أحدث في أمرنا ما ليس منه فورد أحدث اخترع سواء اخترع ذكر كامل أو اخترع طريقة في أداء الذكر يعني لاحظ البدعة ما هو بس البدعة أنه يجيب صيغة مخترعة مثل صلاة الفاتح لما أغلق عند التيجانية يعني هذا ذكر مخترع ما أنزل الله به من سلطان بل فيه أحيانا شركيات ما هو فقط البدعة في اختراع أذكار والزيادة في الدين البدعة أيضا في الأداء في الطريقة مثل الاجتماع بصوت واحد مثل التطريب والتلحين يعني واحد يقول سبحان الله يلحن ويطرب فيها هل فعل هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يقول بصوت العادي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله إذن التطريب والتلحين من البدع طيب ماذا عن مسح الوجه والعينين بعد الصلاة بعض الناس بعد هذا يمسح الوجه وبعض يمسح العينين وبعض بالإبهام بالإبهامين ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ثبتت عنه اللي هي مسح العينين بالإبهامين أبدا أما مسح الوجه بعد الأذكار ما ورد أكيد بعد الدعاء بعد الدعاء اختلف العلماء هل ثبت مسح الوجه ولا ما ثبت فقال بعضهم حسن لغيره وقال بعضهم ضعيف فإذن فيها شك مسح الوجه بعد الدعاء فيها شك ترى هذا الدعاء العادي يعني أما يجي واحد مثلا بعد مثلا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده بعد يعني بعد السلام من الصلاة مثلا يمسح هذا ما ثبت قطعا لكن السؤال هل بعد الدعاء لو بعد الأذكار واحد دعاء بعد الأذكار لا مانع طيب مسح الوجه بعد الدعاء هذا هذا اختلف العلماء فيه هل هو من السن هل ثبت أم لم يثبت وبعضهم يقول ما دام فيها خلاف المسألة لن أفعل عبادة إلا بيقين إذا عندي في شيء يقين مؤكد أفعل طيب ما حكم بعد كل صلاة تقبل الله منه منكم تقبل الله تقبل الله تقبل الله حرما حرما جمعا هذه مخترعة أكيد أكيد ما فيه أبدا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأبي بكر حرما ولا أبو بكر قال جمعا اخترعوها اخترعوها طيب لو قال واحد تقبل الله منه ومنكم أليس كلاما طيبا أليس دعاءا جميلا يا أخي أنا أدعو أن الله يقبل منه نقول لو فعلتها مرة لا مانع مرة فعلها الواحد لكن بعد كل صلاة تلتزمها بعد كل صلاة تلتزمها ما معنى ذلك أنت أخبرني بعد كل صلاة تقبل الله بعد كل صلاة سلم على اليمين تقبل الله تقبل الله بعد كل صلاة خلص معناها صارت سنة هذا من يفعل هذا نقول لو أنت تريد الأجر ولا تسوي يعني أنت عاملها مثل يعني شرب الماء والأكل يعني عادة يقول لا لا أنا أوريد الأجر سلم عليه سلم تقبل الله الشمال تقبل الله أنا أوريد الأجر نقول توريد الأجر معناها لازم تكون ثبتت حتى تأخذ عليها أجر أما نخترع عبادات نخترع سلام يمين ويسار وتقبل الله تقبل الله اخترعنا لا طيب إذن هذه بدعة ولا يجوز أن تقال طيب لو واحد مرة من المرات سلم على إخواني المصلي يعني جماعة من المصلين خارج المسجد داخل المسجد فتخم يخرجون قال تقبل الله لا مانع خرص ما فعلها على أن سنة ولا واضب عليها لاحظوا يا إخوان ما فعلها على أن سنة ولا واضب عليها مرة قال تقبل الله لا مانع مرة قالها واضح الآن ما في مواضبة ما في اعتقاد الناس أما المواضبة فلا كل محدثة بدعة وإن رآها الناس حسنة وترى يعني تقريبا كل المبتدعة ما حد يقول أنا ترى اخترعت لكم شيئا وأنا أفعرف أنه هذا باطل وأنه هذا يدخل النار وأنه هذا فيه سيئات كل واحد اخترع ذكرا كل واحد اخترع ذكرا يقول لا أنا أبغى أجر يعني أنا أقوله أنا أبغى ثواب أنا أبغى ثواب نعم طيب لذلك نقول لا للاختراعات لا تحدث في الدين ما ليس منه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أتقى منا لو كان خيرا لسبقون إليه طيب لو واحد قال بعد الأذكار أنا أقعد وأدعي أدعو الله بأشياء من الدنيا والآخرة نقول لا مانع يقول أنا ما بلتزم دعاء معين أرى أدعو اللي يخطر على بالي مرة هذا مرة هذا نقول لا مانع لا مانع خلاص أنت أتيت بالسنة كما ثبتت ثم تريد تدعو أدعي عامة لا مانع ادعو يا أخي لا مانع أيها الأخوة والأخوات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على الخير وأن يوفقنا إليه وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يحيينا مؤمنين ويتوفانا مسلمين وإلحقنا بالصالحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة